في حدث مهم وهو عودة الدراسة اللي انتضامها في جميع المدارس الرسمية والحكومية في مصر في بعض المدارس سبقت كده من أسبوعين ثلاثة لكن النهاردة نقدر نقول أنه اليوم الرسمي لعودة الدراسة ولأنها سنة غير عادية ولأننا بعد سنتين تقريبا من الانقطاع عن التعلم المنطدم فاحنا متشعبطين جدا في عودة الدراسة المنطدمة بالشكل ده مش احنا كأولياء أمور بس لا الطالبة كمان في حالة من الإقبال والبهجة بأنه الطالب نزل من بيته عظيمة المدرسين لأنه هم من أكتر الناس اللي واجهوا صعوبات شديدة جدا في التواصل مع الطالبة في الفترة اللي فاتت نهيج بقى عن طلبة في بعض الأماكن والمدارس وظروف خاصة كان موضوع الانترنت ده بالنسبة لهم تحدي صعب جدا مش بتكلم عن اللي قاعد في بيتهم وعندوا واي فاي والواي فاي قطع دلوقتي لا لأ خالص نتكلم عن بيوت ما كانش فيها انترنت أصلا نتكلم عن أطفال في سن التعليم الأساسي فاتهم حاجة مهمة جدا أو مرحلة مهمة جدا من مراحل التعلم على مدار السنة ونص اللي فاتت بسبب وباء كورونا ولما نيجي نجيب بقى سيرة وباء كورونا وما حدث في سنة ونص لازم نقول ان اللي فاتنا واخسرناه كان كتير جدا ولازم نقول اننا لازم كلنا كل أطراف العمليات التعليمية وزارة التربية والتعليم المدرسين الطالبة أولياء الأمم كل الأطراف لازم تنتبه لأنه احنا مش عايزين نكرر هذه المأساة العالم تقريبا تعافى من أزمة فيروس كورونا العالم كله تحرك فيه أو العالم المتقدم خلييني أقول تحرك فيه مسألة التطعيم بشكل كبير أولا الصورة اللي احنا شايفينا وساط حضراتكم ده الوضع المثالي للتباعد اللي ممكن يحصل في مدارس لازم نشوف الأطفال اللي بسين كمامات لازم نشوف تباعد طب حضرتك وأنا وغيرنا هنشوف عكس ده الصورة اللطيفة دي صورة مثالية هل بنات داعي إنها موجودة في الحقيقة؟ لا احنا لازم نؤكد إنها نادرة الوجود إلا بكثير من الوعي إنه بقى فيه وعي حقيقي إنه ده يبقى الوضع طب والمدارس اللي فيها كثافة عالية تعمل إيه؟ والاتنين تلاتة عادين على داسك واحد يعملوا إيه؟ على الأقل أضعف الإيمان يا جماعة الكمامة المدرس اللي واقف في الفصل الزحمة اللي هو عنده أصلا تحدي كبير في إنه الفصل مصدحم من فضلك أهم من تعلمهم السنة دي أمانهم وصحتهم أهم من أي حاجة تقدم السنة دي في انتظام العملية التعليمية هو إننا نخرج باستلامة كمدارسين وكطلبة وكأولياء هنوش إحنا كلنا مش قد دايما نقول كده هل إحنا قد موجة تانية شديدة تصيب لا قدر الله أطفالنا في المدارس أو المدارسين؟ حيا لا في مجهودات حقيقية حصلت من وزارة الصحة عشان تطعيم المدارسين طلبة الجامعات وسمعنا عن قرارات لتطعيم الطلبة فيما فوق سن 12 سنة كل دي نواية وخطط صادقة جدا لكن إلى أن تتم بنسبة 100% إحنا في خطر وإحنا في خطر حقيقي ورفع الكمامة عن الوش رفاهية لا نمتلكها وعواقبها صعبة جدا يا رب يسلم الجميع لكن المهم نفضل نفكر نفسنا ونفكر ولدنا كل يوم الصبح بمسألة الكمامة وعدم التخلي عن الكمامة إلا في مكان مفتوح ويكون كمان في تبعات ترجمة نانسي قنقر